ثم انتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى مراء أخرى تتعلق بحفظ المال وليس حفظ العرض فقط حفظ المال فقد رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم أقوام يسبحون في برك من دم وصديد كلما حاول أن يقترب من الشراط لينجوا من هذه الورطة إذا بملئك على شط هذه الوديان من الدماء تلقمهم بالحجارة فتعيدهم أبد الأبدين إلى وسط البركة من الدم فهم في عذاب إلى أن يشاء الله من هؤلاء الأشقياء يا أخي جبريل قال هؤلاء أكلت الربى من أمتك هذه دماء إخوانهم التي أكلوها من غير حق فهم يسبحون فيها ويعذبون فيها ورآهما أيضا بطونهم كالديار في بطونهم العقارب والحيات كلما حاولوا الوقوف سقطوا سرعا من هؤلاء يا جبريل فقرأ قوله تعالى إن الذين يكونون الربى لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربى وأحل الله البيع وحرم الربى هكذا هم أكلت الربى